قاد طائرته ووصل إلى بيروت لساعات في زيارة ذات أبعاد كثيرة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قلباف أكد من بيروت أن إيران ستقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة وتدعم بقوة القرارات التي تتخذها الحكومة والمقاومة وستواصل مساعدة اللبنانيين ولا سيما النازحون منهم هي أبرز المواقف التي أطلقها رئيس مجلس الشورى الإيراني خلال زيارته لبيروت أحمل معي هذه رسالة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا وهذه رسالة من القيادة الإيرانية التي ملءها الثقة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى وقفة إلى جارب لبنان حكومة وشعبا ومقاومة في كل هذه الظروف الصعبة وسأنقل رسالة إلى رؤساء البرلمانات الدولية في جناف فحواها رفع الاطياض والمظلومية عن الشعبين الفلسطيني واللبناني المسؤول الإيراني التقى رئيسي الحكومة والبرلمان نجيب مقاطي ونيبيه بري في خضم الحراك السياسي المتصاعد بهدف وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان حراك لم تتضح نتائجه ولا سيما أن واشنطن ليست في وارد ممارسة الضغوط على تل أبيب لوقف عدوانها بحسب مصادر حكومية قلباف شدد خلال لقائه عددا من النواب وممثلي الأحزاب اللبنانية والفلسطينية على استمرار الدعم الإيراني للمقاومة في لبنان وفلسطين فهذه الزيارة وما سبقها من زيارات وما قد يليها أيضا من زيارات إنما ليؤكد أننا دائما يجب أن نصدق ما نرى وليس ما نسمعه الزائر الإيراني وبرفقة نواب من كتلة الوفاء للمقاومة تفقد مكان العدوان على منطقة البسطة في بيروت مستنكرا للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب اللبناني هذا موقف شجاع إن على صعيد الجمهوري الإسلامية أو على صعيد شخص رئيس مجل الشورى كاليباف من الطبيعي هو يبع السرسالة إلى اللبنانيين حتى يكون هناك إطبع مان وإلى الإسرائيليين أنه نحن كل تهديد يكون لن تجد نفع كاليباف جدد تعزية الشعب اللبناني باستشهاد السيد حسن نصر الله وجميع الشهداء من أمام الركام الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت رسالة إيرانية مكررة مفادها إن طهران لن تترك الشعب اللبناني وحكومته ومقاومته وأكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن إيران ستبقى مع لبنان ومع فلسطين مهما اشتد هذا العدوان على لبنان عباس صباق من العاصمة اللبنانية بيروت الميادين